الى مهد الثورة السورية في محافظة درعة تتجه انظار النظام السوري بعد اكتمال سيطرته على دمشق وريفها بدعم ايراني وغطاء جوي روسي مترافق مع العجز الدولي عن ايقاف عمليات القتل والتهجير حشود عسكرية على الارض ومنشورات تحذير وتهديد تلقى من الجو على اهال درعة معلنة اقتراب حملة عسكرية يعتبرها النظام ذات اهمية لما تحمله تلك المدينة من اهمية استراتيجية ومعنوية بالنسبة لمسلحي المعارضة منشورات النظام تحمل طابعا دمويا اذ طبعت عليها صور لقتل المعارضة وذيلت بعبارات تذكر بالموت الحتمي لمن لا يستسلم في اشارة الى عدم مبالاة نظام الاسد بكل اتفاقيات خفض التصعيد التي تشمل الجنوب السوري والمضمونة من حليفه الروسي وفي خضم تقاطع المصالح الدولية يبدو ان رغبة النظام السوري في اقتحام درعة لن تكون مجرد نزهة اذ صاحبتها تحذيرات امريكية عالية الوتيرة من اي تصعيد تجاه درعة معلنة انها ستتخذ اجراءات صارمة ضد اي عمل عسكري في منطقة تعتبرها واشنطن بضمانتها بالاتفاق مع روسيا والاردن وما يزيد تعقيد المعركة المرتقبة اكثر طبيعة التشكيلات العسكرية في القوات الرديفة لجيش النظام السوري حيث اعتاد النظام على اصطحاب الميليشيات التابعة لايران في كل عملية عسكرية يقوم بها الامر الذي يشكل ازعاجا للكيان الصهيوني الذي اشار في غير مرة الى تحفظه على الوجود الايراني في الجنوب السوري كما ان النظام يدرك ان تحذيرات واشنطن تتعدى نطاق الكلام فيما يخص مصالحها فهي التي قصفت قواته في كل مرة حاول فيها التحرش بالميليشيات الكردية التابعة لها في ريف دير الزور تحذيرات واشنطن التي التزمت الصمت حيال سيطرة النظام على دمشق وحمص وريفيهما تحمل رسالة واضحة مفادها اللا تمدد لنظام الاسد خارج اطار التوافقات الدولية